اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد من اسلوب حياتي في فيديو النهاردة هعمل طريقة البسيسة بناء على طلب بنات كانوا طلبينها مني لما عملت كت البرتقان طلبوا مني طريقة البسيسة فمعايا هنا في المقادير دول كوبايتين ونص دقيقة درة اصفر بالشكل ده ومنخلين لازم يتنيحل دقيقة درة لان بيبقى فيه قشور وشوائب لازم نتخلص منها لانها بتبان كده في طعم البسيسة ما بتبقاش حلوة خالص اه واحتاج معا لكوبايتين ونص دقيقة درة نص كوبايت دقيق ابيض وثلاث بيضات وفانيليا ومعلقة كبيرة بشر برتقان اه ومعلقتين كوبار بيكنج باودر او يعني كيسة بيكنج باودر وكوباية عصير برتقان في رشة انا عصراها يعني في البيت وكوباية زيت نباتي واللي جنب الزيت كوباية ونص سكر وبعاير كل المقادير بكوباية واحدة وهنا معايا على دقيقة درة المنخول هنخل بقى عليه نص كوبايت الديق الابيض والبيكنج باودر ورشة ملح وهنخلهم بالطريقة دي وعلى فكرة ينفع ممكن يبقى كوبايتين بس دقيق درة وكوباية دقيق ابيض اه يبوت لك كوبايت بس انا هنا عاملة بقى كوبايتين ونص دقيق درة ونص كوباية دقيق ابيض يبوت لاتة برضو اه بس مخليها دقيق الدرة هنا اكتر علشان بيدي لون حلو للبسيسة وطعم مميز كده بيبقى باين فيها اه دقيق الدرة اكتر بس حسب الرغبة بقى وباديف بقى اخلط المكونات اللي معايا في الخلاط دفت الكوباية ونص السكر والبيض ورشة الفانيليا وبضربهم شوية بالطريقة دي اه وبعد كده باديف عليهم كوباية الزيت اللي معايا ومعلقة بشر البرتقان برضو واخلط كمان شوية بالشكل ده وبعد كده باديف برضو كوباية العصير البرتقان اللي معايا على كل الخليط ده واضربهم شوية كمان وبعد كده بنزل بكل المواد السائلة دي معايا للدربت في الخلاط على الطبق اللي فيه دي الدرة والدقيق الابيض وكل المواد الجفة بالطريقة دي واقلب كده بالراحة في اتجاه واحد لغاية ما دي اختلت مع المكونات السائلة كلها ويبقى خليط متجانس بالشكل ده وطبعا انا فتح الفرن على درجة حرارة 180 من قبل ما ابدأ في عمل البسيسة علشان يسخن كويس جدا زمانه بقى بقى سخن كويس يعني دلوقتي ومبطنة صانية ومستطيلة مقاس 24 بالشكل ده مبطنها بالسمنة والدقيق هتوب فيها بقى خليطي البسيسة بتاعي وهحطها في الفرن على الرف الشبكي الشعلة اللي تحت بس اللي مفتوحة مش افتح الشواية ولا حاجة البسيسة بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن اخدت حوالي ساعة لربع على درجة حرارة 180 لغاية ما اختبرتها بالعود الخشبي ولقيتها استوت من الوسط كده خرجتها البسيسة معايا بعد ما بردت شوية قطعت منها كده كذا قطعة ده شكلها وقوامها وعالية وحلوة كده وطبعا دي الدرم ديها اللون الاصفر الجميل ده مع بشر برتقان وطبعا ريحتها جميلة جدا ومميزة طبعا غير الكيكة العادية دي الدرم بيديها طعم جميل قوي ويارب طريقتي في البسيسة النهاردة كون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله وتنسوش بقى لايك وشير للفيديو اللي ما اشتركش معنا في القناة ينورنا واشترك فيها وعايز اقول لكم ان رابط الصفحة بتاعتي على الفيسبوك اسفل الفيديو في صندوق الوصف ياريت تابع الصفحة فيها الفيديوهات والصور الخاصة بالقناة كلها واستنوني في فيديو جديد من اسلوب حياتي مع السلامة